السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله كيف مراكم عارفين نحن في حالة حداد والشعب المغربي في حالة حزن وحداد ونحن كجادية مغربية مقيمة في الخارج نتقاسم الأسى والحزن مع ضحايا زلزال اللي يوقع في المغرب زلزال كان قوي سبعة درجة ترى ماشي سهلة وإنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل الحمد لله هاد الابتلاءات كيكونوا رحمة رحمة الله اللي يوقع في هاد الأيام أو في هاد الساعات قصدي القليلة احنا بالنسبة لنا دازو طويلة لأننا من البارح وحنا ما نحسينش نتواصل مع عائلتنا ما ممتطقينش الخبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هناك نداء تبرع بالدم والحمد لله الشعب المغربي شعب راقي شكر لكل الناس اللي هداروا بهاد المبادرة الإنسانية حقا الأزمات تكشف معادن الشعوب وأول اللي كانوا في الصفوف هو الأمن الوطني كانوا كذلك المنتخب المغربي مشكور وكانوا كذلك السياح الأجانب سواء فرنسيين إسبانيين أمريكان هما كانوا وقفين في التوابير ديالتبرع بالدم وهذا الشيء حالة إنسانية يشكر عليها كل واحد لساهم بهذا الشيء من أجل عطق أحد الضحايا كذلك شكرا لكل دول قامت بتعازي المملكة المغربية يعني عدة دول أوروبية من اتحاد أوروبي من روسيا من أمريكا من الخليج العربي ومن دول العربية الشقيقة وبما فيهم الجزائر وخمعة طلا ولكن جزائر قالت أنها ستفتح مجالها الجوي لمسندة المغرب كما عملوا المغرب طبعا عدة مرات سندناهم في حالة الحرائق المهم هذا هو الخبر قررت السلطة الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدة الإنسانية والجرحى والمصابين وأبدأت الجزائر اليوم السبت استعدادها التام لتقديم المساعدة الإنسانية ووضع كافة الإمكانية المادية والبشرية لمساعدة المغرب على إتر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية المهم هذا الخبر اللي هو وخم تأخر أنها فتحات مجالها الجوي فهذا خبر ياسر وهذا الشي اللي كنبغي وإحنا المغرب دائما كان ضد الفتن وضد الزراعات والحمد لله عسى أن تكروا شيئا وخيروا لكم ويا ربي يجعل محبة ما بين الشعوب وما بين الحكومات العربية ويبعدوا علينا الفتن والصداع للمغرب دائما كان كم يديده ودائما كان ضد أي حاجة ليهي النوة الصداع والعراكات والفتن من بين الأشياء اللي عوتاني اللي كانين هو كما قلت التبرع بالدم وكانين جمعيات مشكورة حقين أرقامهم من أجل أي واحد بغي يدير التبرع ولو بشيء قليل رغمات تحقروش أي حاجة تنفع في المساعدات كيف ما نخلي الأرقام ديالهم جمعيات من أجل مساعدات مادية في الأكل والمأوى للناس المتضررين والخبر الآخر اللي كين هو أن الخبير الهولندي فرانك كان تنبأ أو أنه كان حضر يعني عن طريق معايير علمية طبعا أنه ستكون فاجعة تتمس يعني ما قلش المغرب ولكن أشار إلى تلك الخريطة اللي بين بين المغرب وسبانيا وبورتيغال وحقيقة فإن هذه الفاجعة كانت قوية وتفاجأوا بسبب أن سبعارها بحل تقريبا نفس الضربة اللي وسطت لتوركيا بينما كما شفتو كانت يمكنها تكون كارثة إنسانية كبيرة جدا لولا البنية التحتية اللي كانت قوية في المغرب ولله الحمد والشكر يعني هاد العالم العالم الهولندي دائما متير للجدل في المواقع التواصل الاجتماعي يرى الكثيرون أن توقعاته حقيقية فيما يتعلق بالهزة الأرضية التي حدثت خلال الشهور الماضية بينما يرى الكثير من الخبراء أنها بلا أساس علمي حيث هو كانت توقع زلزال ضخم غيوقع في تركيا وحدثها بالفعل وفي سوريا ودابا كانت توقع كذلك أنه غيكون زلزال في المغرب وهذا الشي اللي كان ودابا كيتنا وتغريداته اللي حاليا كيكسب تغريداته وكيقول فيها اقترنا بعض بين بعض الكواكب وقمارين وتوقع حدود ثلثة من الهزة القوية في فترة ما بينها خمسة وسبعة سبتمبر الله يلطف بنا ويحفظ المغرب شعبا وملكا ويحفظ جميع المسلمين أجمعين من هاد الكوارث اللي هي في الأول في الآخر كتبقى عبارة عن اندارات ربانية لكي نراجح حساباتنا ولي مهامل شي حاجة لها من صلاته صيلة الأرحام اللي بلي بشي حاجة خيبة الله يهدينا أجمعين يا رب ويخفر لنا كلنا من هاد المنبر كنعاود مناشدة من أجل قاع المغربة اللي قادرين يتبرعوا بالدم فسو يتبرعوا لأنه جاء هذا هو الوقت باش نبينوا رأس نحنا كنا مغربة ليد في اليد وهذا هو الوقت للأزامات اللي كنبانو احنا مغربة حرار وكنوا وقفوا وشكرا قاع الناس اللي كتبرعوا بالدم وشكرا قاع الجاليات قاع المسلمين وغير المسلمين اللي كتواصلوا معنا احنا يا كجالية مغربية ام دراتي سقسيونا كينشي خبار على عائلتكم خوتنا اللي كينين في التواصل الاجتماعي في اليوتوب كلهم كتواصلوا معايا وكتواصلوا مع المغربة وكلهم تضامنين معنا بارك الله فيكم هيدا كيكونوا المسلمين هكا كتكون الإنسانيا سواء كنت مسلم مسيحي كيف ما بغيت تكون فاحنا كلنا كم قاو إنسانيين كم قاو إنسان والله يا ربي يبعد عليكم الفتن ويبعد عليكم الزلازل يا رب اللهم إنا نعود بك من الزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمين اللهم اغفر وارحم ضحايا هذه الفاجعة واجعلهم من الشهداء وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم ضحايا اللهم اغفر وارحم ضحايا اللهم اغفر وارحم ضحايا